دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة ونتابع أيضا أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم عقد فعاليات المؤتمر الخاص بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم وإنشاء المراين المحلية والدولية بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين ومستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة وده بقعت المؤتمرات الكبرى بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة النهاردة هيتم غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للترم الأول من العام الدراسي 2023-2024 وقالت وزارة التعليم أن على أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع المصرفات حتى الآن وتسجيل بيانات الطلاب سرعة الانتهاء من ذلك وعلى أولياء الأمور اللي قاموا بدفع المصرفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم على الموقع النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة هيلتقي خطافي مع ريو فاليكانو الساعة 6 بالليل وفي الثمنة والربع ليلا هيلتقي ريال سوسيداد مع ألافز وعشر ونصف بالليل هيلتقي في ريال مع ذالينسيا